بسم الله الرحمن الرحيم قراد عنوين الصحفة السودانية الصدر صباح اليوم الأحد 22 ديسمبر 2011 نستهل بصحيفة الانتباه التغيير الانغاز كونت مأتاة مؤسسة للتمكين السياسي المهدي انتغادات الشيوع للحكومة تحالف مع أصحاب الردة الانتباه تكشف تفاصيل اجتماع التغيير والبدوية حول الموازنة الدكير انتعاد الحكومة مع معاناة المواطنين دون المستوى نبيل أديب اغناء مشفرة وسرية لإرسال ارانيك الشهود فشل غاس الفاكير ومشار حكام جبهات الغتال السابعة بجوه صحيفة السوداني المهدي يطلب من مؤسسات الامة اختيار رئيس للحزب جاموس عناصر في العدل والمساواة ضالعة في اغتيال خليل الحكومة واجمعة الحلوين عشان تغرير المصير والعلمانية الدكير دعم اصدقاء السودان سراب يحسبه الزمان ما الخرطوم انطلاق ثالث اجتماعات مفاوضات صد النهضة بمشاركة دولية لجنة قد الاحتسام تعليم البدء في طلب المستندات وبكر عبد الرازق الامن الشعبي احد وافع من فاصلتنا مع الوطني رتادو التواصل الاجتماعي يصخرون من اقفة احتجاجية الاتحاد الصحافيين نسام توفيق يتهم قحت باخصاء معارضية الانغازة صحيفة الجريدة استبعاد رفع الدعم عن الموازنة حجز الف فقدعة ارض منحها جماع لنافذيهم بكسلة طائرة خاصة لوفد اربعيني بغيادة بيتاي لانغاز مسار الشرغي في جواء ابراهيم الامين ادخال مسار الوسط في المفاوضات احد ثرفك لجنة اديف تشرح في طلب المستندات وهاع مجزرات فض الاحتسام صحيفة التيار لجنة التحقيق في فضل الاحتسام تفتح الباب لتقديم الشهادات مفاوضات السلام تعليق مسار الشرغ والوساطة تتدخل مصادر التيار منه يزعى لنقل مفاوضات دارفول لانجمين فيصل محمد صالح يشرف افتتاح مهرجان السودان الوطني للمسرح المالية ترجع الاصلاحات الاقتصادية حتى ابريل المغبل تم حلها في العهد البائد غرار باعادة المؤسسة السودانية للنفط امين ديوان الزكاة يعلن ايغاف تكوين عمل لجان الزكاة القاعدية بجميع الولايات صحيفة الصيحة العطل الصيحة سنصحح مسار الثورة من دعاة البطولات الزائفة المهدي نحن اسلاميون وابن عبد الرحمن انطبق عليه مصير من شاركوا لنغاز الوساطة لن نجس مع اي طرف غير موقع على اعلان جوا الصحيفة امريكية دعم واشنطن المهم يعجل بيصاد حكومة حمدوك المجلس الطبي مضعفات لأربع وثلاثون طفلا خدعوا لعمليات بأحدى المستشفيات المالية ترجع الاصلاحات الاقتصادية حتى ابريل المغبل الحداثة سليمي اسحاق مليونية الثلاثين من يوني وعالجت ناجيات من فضل الاحتصام الحكومة والحركة الشعبية بغيادة الحلو تعقيدان جلسة تفاوت بجباة امس طبيبة تكشف عن صعوبات تواجه علاج مصابي الثورة جهاز حماية الاراضي ينفذ حملة لازالة السكن الاضطراري ببحري النيل اللي بيتخصص سلاة واربعون في المئة من ميزانيتها لعام عشرين عشرين للتنمية شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة